أعرب الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو عن سعادته بزيارة مصر ومعالمها الأثرية والسيحية الفريدة وذلك على هامش زيارته لمصر والمشاركة في مؤتمر المناخ كوب 27 نشر مادورو صورة من أمام الأهرامات مع بعض أفراد أسرته عبر حسابه الرسمي صحبها بتعليقات تؤكد إعجابه العميق بمصر وشعبها وثقافتها وطبيعتها الخلابة يأتي ذلك في إطار توافد الزيارات الرسمية على مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية بالقاهرة بالتزامن مع إنعقاد مؤتمر المناخ بشارم الشيخ